هو موسم الشتاء السنة دي بدأ سخن بالنسبة لإصابات الأطفال لأمراض الأطفال ولا متهاود قلت لي لأ يعني كان قاوش لا ابتدى طبعا ابتدى بأمراضه والشتاء هو الأسف موسم الأمراض الكتير الفيروسات في الجو وبتنتشر احنا دولة أو عاصمة مزدحمة مدرسنا مزدحمة بيوتنا مزدحمة فانتشار الفيروسات سهل جدا في الفترة دي ايه الأمراض اللي بدأت يعني تكده تعلن عن نفسها خلال الفترة كل الأمراض المعدية بتاعت الجهاز التنفسي بالذات العلوي والسفلي إلى حد ما العلوي اللي هو بنقصد بيها أدوار البرد أدوار التهابات الحلق واللوزوتين التهابات الأزن الوسطى وكلها بتيجي نتيجة المضاعفات أدوار البرد اساسا فيروسات بتبتدي وبعدين تيجي بكتيريا بعدها وتدخل على المناطق المختلفة الالتهابات الرئوية والالتهابات الشعبية هي دي الجزء السفلي بتاعت الجهاز التنفسي والاتنين الحقيقة منتشرين ونتيجة بقى لهذه الفيروسات للأسف طبعا الحساسية الصدرية بتيج في هذه الفترة عند الأطفال بشدة يعني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر